بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر مقدمة في الأعمال اليوم بإذن الله سنتحدث عن الوحدة الرابعة وكنا قد تحدثنا عن الوحدة الثالثة في الدرس السابق وراجعناها سويا اليوم بإذن الله سنتحدث عن الوحدة الرابعة التي تتحدث عن إدارة الموارد البشرية التنوع والشمولية في درسنا القادم بإذن الله سنتناول المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية نستذكر المحاور للفصل الرابع ذكرنا المحور الأول أسس إدارة الموارد البشرية بعد ذلك تحدثنا عن إدارة الموارد البشرية وتعريفها ومن ثم تحدثنا عن الثقافة التنظيمية وتنوع وشمولية القوى العاملة في أسس إدارة الموارد البشرية ذكرنا أن القوى العاملة في المملكة العربية السعودية تتألف من أكثر من 16 مليون نسمة ذكرنا القوى العاملة هل هي مقتصرة على من يعمل أو من هو قادر على العمل بالتأكيد ذكرنا القوى العاملة تشمل من يعمل حاليا ومن لديه القدرة على العمل من خلال السن محددة كما ذكرنا من لديه القدرة على العمل من عمر 15 إلى عمر 60 كل هذه الأعمار أو ما بين هذه الأعمار يعتبر من القوى العاملة ذكرنا بعد ذلك قد تتطلب التغيرات الاقتصادية المنظفين أن يطوروا مهاراتهم بشكل جديد وأن يتلقوا تدريبات إضافية إذن ذكرنا العالم يتغير هناك عوام متغيرة وبالتالي يتطلب من الشخص أن يطور هذه المهارات ويواكب التغير الحاصل في التقنيات يتعلم على هذه التقنية الجديدة في المهارات في التعاون مع الأجهزة وكذلك كما ذكرنا التقنيات والأنظمة الحديثة لا بد أن يواكبها لكي يخلق منظمة فعالة حديثة كما ذكرنا بمهارات القديمة لا يمكن أن نواكب التغير الحاصل في قطاعات الأعمال بعد ذلك ذكرنا فيما يتعلق في الخيارات العملة تغيرت أصبح هناك طلب بسبب وعي وثقافة المستهلك وكما ذكرنا بانفتاح العالم أو اقتصادة العالم على بعضها البعض أصبح هناك تغير في وعي المستهلك أصبح هناك تغير في الأذواق والطلبات نظير هذا الانفتاح وبالتالي خيارات العملة مؤثرة في منظمات وعملها كذلك الظروف الاقتصادية والتقنيات الجديدة المنافسة بين الشركات أثرت بشكل كبير على القوى العاملة مثلا الظروف الاقتصادية فيها مراحل الازدهار الركود الكساد الانتعاش كل ذلك مؤثر في القوى العاملة وتوظيفهم وخلق الوظائف وكذلك النسبة البطالة أيضا التقنيات الحديثة والجديدة ومن ثم المنافسة أصبح هناك منافسة ليس مقتصرة على الدولة نفسية وإنما مع الشركات العالمية أصبح هناك تنافس في المنتجات وجودة المنتجات وحتى في الأسعار وبالتالي أثر على القوى العاملة أثر على الكفاءات البشرية أثر أيضا على استقطابهم وارتفاع طموح مثلا العملاء ارتفاع طموح الشركات في خلق منتجات تلبي ارتفاع الطموح لدى المستهلكين بعد ذلك عرفنا الموارد البشرية ذكرنا أنها مجموعة الأفراد الذين يعملون لصالح شركة معين ومن أهم أهداف الأساسية لإدارة الموارد البشرية ذكرنا كل إدارة لها أهداف من ضمنها إدارة الموارد البشرية لا هداف على ما يتعلق في الموارد البشري تحديد القوى العاملة التي تحتاج إليها الشركة كل شركة تحتاج لقوى عاملة محددة سواء في المهارات أو الكفاءات أو مثلا بلغات إذا كانت شركة مثلا متعددة الجنسيات وبالتالي تحدد القوى التي تحتاجها كذلك المحافظة على عدد كافة موظفين لتلبية التلحاجات المستقبلية للشركة إذن الشركة حينما تنشأ تفكر في المستقبل وبالتالي هي تحدد الكفاءات التي تحتاجها مع التوسع مع التطور مع التقنيات الحديثة وبالتالي الإدارة الموارد البشرية هي من يحدد الكفاءات التي تحتاجها بالتعاون مع الإدارات الأخرى كذلك موائمت للقدرات والاهتمامات الشخصية مع الوظائف المتاحة إذن كل فد سيلتحق بالمنظمة سيكون لديه قدرات ومهارات شخصية وطموحات وأيضا أمنيات وبالتالي كيف نوائمها مع متطلبات الشركة وأن تصبح الأهداف للموظف والمنظمة منسجمة ونحقق لجميع الأطراف أهدافهم وتطلعاتهم كذلك تأمين التدريب والتطوير المهني لتأهيل الأشخاص الموظف يحتاج إلى التدريب على التقنيات الحديثة على المهارات الفنية والمهارات الشخصية وبالتالي إدارة الموارد البشرية هي الإدارة يتعنى بتدريب هذا الموظف على هذه المهارات كذلك وضع خطط لمنح للموظفين تعويضات مالية أو عينية متعلقة بالعمل قد يتطلب الأمر تعويض الموظف إعطاء بعض المزايا إدارة الموارد البشرية هي من تقوم بهذا الدور كذلك المحافظة على بيئة عمل منتجة ومحفزة إذن من المهم أن تكون البيئة محفزة للموظف لكي يستطيع تحسين إنتاجية وزيادة الإنتاجية وبالتالي فإدارة الموارد البشرية تعنى بهذا الأمر أو لها دور كبير في تحفيز الموظفين وخلق البيئة الإيجابية التي تجعل الموظف يعمل بشكل أكبر مما يزيد إنتاجية حدثنا بعد ذلك عن الفئات التي نحتاجها في منظمات الأعمال مثلا في المولايات المتحدة سنفت إلى مثلا فئة اللياقات البيضاء وهي القوة العاملة التي تقوم بأعمال ذهنية أكثر منها بدنية إذن تقوم بأعمال التفكير ومعالجة المعلومات ويعمل معظمها في المكاتب في الاستشارات في المديرين الإداريين لدينا فيها أخرى ما يسمى بالياقات الزرقاء وهي تعمل عكس الياقات البيضاء بأعمال بدنية أكثر من هذه النية من تشغيل الآلات والمعدات وغيرها من الوظائف الإنتاجية نشاهدها في مثلا معامل مواقع البناء المزارع وبالتالي كل وظيفة قد نحتاج إلى نوع معين أو نسبة معينة من المهارات المختلفة بعد ذلك تحدثنا في المحور الثاني إدارة المواد البشرية ذكرنا أن إدارة المواد البشرية تعمل على تأمين الموظفين المناسبين وضمان الإنتاجية وضمان دفع أجور مقابل عملهم إذن ليس الأمر مقتصر على تحديد الاحتياج وإنما ضمان استمرارها الموظف وضمان إنتاجيته وأيضا رضاء العمل واستلامه لحقوقها الرواتب والتعويضات وبالتالي إدارة الموارد البشرية لها دور ومهمتها الأساسية هو في استمرار هذه المنظمة من خلال الموارد البشرية أيضا في حال ذكرنا إذا أراد إدارة الموارد البشرية دورها بشكل جيد تحصل الشركة على موظفين منتجين ومتحمسين للعمل يؤدون أعمالهم بشكل جيد وبالتأكيد سينعكس على نجاح المنظمة ونجاح الأعمال التجارية وربحيتها كلما أدت إدارة الموارد البشرية عملها باحترافية من خلال اختيار الكفاءات المناسبة تهيئة البيئة الإيجابية الجاذبة للعمل اهتمام بالموظف تدريبه بالتأكيد سينعكس على نجاح المنظمة وبالتالي فالمنظمة حينما تنجح ستزداد أعمالها وربحيتها وبالتالي يضمن لها الاستمرار والبقاء والمنافسة في سوق قد يكون منافسة عالية جدا مقارنة بالسألة ذكرنا أيضا تنقسم أعمال إدارة الموارد البشرية على أربعة فئات وهي كالتعليم ذكرنا فيما يتعلق في التخطيط والتوظيف والتعويضات والمزايا وإدارة الأداء وعلاقات الموظفين إذن سيتمحور عملها حول هذه الأمور مثلا في التخطيط هي التي تختص بتحديد الوظائف في الشركة وشغلها بأشخاص موهلين حينما يتم إنشاء الشركة هي من تحدد الأشخاص الذين تحتاجهم بالتأكيد مع تنسيق مع الإدارات الأخرى والمهارات المطلوبة في كل عمل من أعمال المنظمة أيضا التعويضات والمزايا هي لها دور في عملية إيجاد المزايا والتعويضات والتي تهتم بتخطيط وإدارة الرواتب وسجلات الموظفين وبرامج المزايا حينما تستخدم الموظف ستقوم بإعطاء راتب معين أو محدد هذا الراتب من يحدده هي إدارة الموارد البشرية كذلك المزايا التي تحصل عليها الموظف إذا أنجز عمله إذا قام مثلا بتقصير كل ذلك من دور إدارة الموارد البشرية أيضا الموظف لديه أداء من يقيم هذا الأداء ومثلا يحفزه على إنتاجه وأيضا عمليات تقييم وتطويره وبحث عن أوجه القصور في الأداء هي إدارة الأداء والتي من أهم الوظائف في إدارة الموارد البشرية من خلال تدريبه ومن خلال تطوير مهاراته سيكون هالك تحفيزه على استمرار بشكل أفضل أيضا علاقات الموظفين ستنتج هناك علاقات بين الموظفين ومن يحرص على إيجاد علاقات عمل سليمة وصحية هي إدارة الموارد البشرية إذن تكون أهميتها في تخطيط الوظائف في تعيين الموظفين في المزايا التي تقدم لهم في متابعة ومراقبة أدائهم وأيضا خلق بيئة عمل مناسب وعلاقات إيجابية إذن ذكرنا هذه الوظائف في التخطيط والتسكين تقوم بتحليل الوظائف تحلل كل وظيفة قد تطلب مهارات محددة وأيضا تقوم بعملات التوظيف من خلال الاختيار والمقابلات ودراسة السيرة الذاتية ومن ثم تسكن في الوظائف الموظف المناسب في المكان المناسب بعد إجراء المقابلات وأيضا الاختبارات قد تكون وظيفية للمتقدمين بعد ذلك تخطط الرواتب بناء على المراتب بناء على الجهد المبدول لكل وظيفة بعد ذلك تضع المزايا لكل وظيفة أو لكل مرتبة ومن ثم تضع هذا الجدول وتوضحه وتدير سجل الموظف من بدء من الالتحاق وحتى قد يكون تقاعد أو حتى تسريح إدارة الأداء تقيم الأداء إذا كان هناك قصور تهتم بتحسينه أيضا الموظف بعد فترة من الزمن يسعى للترقية والنقل وإنهاء الخدمات وبالتأكيد هناك أنظمة لهذه الأمر سواء في الترقية في إنهاء الخدمة في تسريح الموظف سواء أنظمة داخل المنظمة أو أنظمة مفروضة من الدول على هذه الشركات من يتابعها من يهتم بها هي إدارة الموارد البشرية أخيرا علاقات الموظفين تخطيط الصحة والسلامة العلاقات العمالية ضمان حقوق الموظف إنفاذ قانون وتنظيمات العمل التطوير التنظيمي والاهتمام بأن يكون لدينا فريق عمل منسجم متوافق يعمل مع بعض البعض يساعد بعض البعض كل ذلك من دور إدارة الموارد البشرية على خلق هذه ألبيا في المحور الأخير تحدثنا عن الثقافة التنظيمية وهي البيئة التي يعمل ضمنها الموظفون وتشمل المناخ الكلي والسلوكيات والمعتقدات والعلاقات بين الأشخاص إذن كل منظمة سيكون لها ثقافة تنظيمية نضير الأعمال نضير التزام بالقوانين نضير تمتع الموظفين بصفات معينة وبالتالي تخلق نوع من الثقافة التنظيمية في هذه المنظمة تملي الثقافة التنظيمية المعاملة التي تلقاها الموظف والمعامل التي تصدر عنه وتحترم الثقافة التنظيمية الإيجابية المتطلبات الحياتية التي تقع على كاهل الموظف إذن كما ذكرنا إدارة المواد البشرية تعمل على خلق البيئة بعد ذلك سيظهر لدينا بيئة تنظيمية لهذه المنظمة البيئة التنظيمية تعكس اهتمام الموظف تعكس البيئة التي يعيش فيه تعكس الاحترام المتبادل بين الموظفين وكذلك المنظمة وبالتالي فالبيئة الإيجابية هي من تقدر مثل الضغوطات لا تضع أهداف أكبر مما يجعل الموظف تهتم أن هذا الموظف لديه أيضا مسؤوليات أخرى في ضغوطات الحياة وهذا ما يقدر إلى الاهتمام بالأمور الأخرى مثل العلاقة والتوازن بين الحياة المهنية والحياة العملية إذن دور المنظمة أيضا مساعدة الموظف على أن يوازن بين حياة الشخصية وحياة المهنية فإن أي تأثير في الحياة الشخصية سينعكس بالتأكيد على انتاجية الموظف وجودة عمله وبالتالي هذا ما تسعى إليه منظمات المحترفة في التوازن ما بين الأمرين أيضا من خلال الثقافة التنظيمية الإيجابية تقدر ونراعي الظروف والضغوطات التي تعرضها الموظف خارج العمل أيضا من خلال إعطاء بعض الساعات قد تكون بشكل شهري لإنجاز أعماله وأيضا تحفيزه مثلا على قضاء وقت مع عسرته بشكل أكبر وبالتالي يحفزه على الرجوع للعمل بشكل أفضل وبجودة أعلى أيضا ذكرنا يتيح نظام العمل مرن لموظفين تنظيم يوم العمل وساعات العمل بما ينسبه بمعنى أن يبدأ مثلا متأخر بساعتين أو ثلاث ساعات ويخرج متأخر وبالتالي نظير عدم حضوره مبكرا قد يذهب وينجز بعض الأعمال التي تكون مطلوبة منه مثلا في منظمات الحكومية أو في أثناء العمل الرصبي وبالتالي هذا النظام أو نظام العمل المرن أصبح يوفر خيارات إضافية للموظف وبالتالي يصبح يستطيع أن يوازن بين حياته الخاصة والحياة المهنية بعد ذلك تحدثنا عن ما يتعلق بإنجذب المنظفون والعملاء المحتملون إلى العمل مع الشركات والزملاء الذين يكون يتشابهون بمعنى ذكرنا هناك تشابه فيما يتعلق في التنوع حينما يقتصر الأمر على فئة معينة في المجتمع سيؤثر بالتأكيد على استقطاب الكفاءات ولكن حينما نشاهد جميع فئات المجتمع يشاركون سيؤثر كل فرد في المنظمة على مجتمعه وبالتالي يرى أن هذه المنظمة تشبهه بحيث أن هناك من يمثل في هذه المنظمة وهذا من مزايا التنوع والشمولية في المنظمات ذكرنا أن الشركات التي تتبنى قوة عاملة متنوعة تتميز بالعديد من أمور منها ما يتعلق في المزايا التنظيمية ومنها ما يتعلق في المزايا الفردية وأيضا ما يتعلق في المزايا المجتمعية في التنظيم يصبح لديها أكثر من خيار منظمة في عملية استقطاب المنظفين إذن لا يقتصر الأمر على فئة محددة تستقطب من جميع فئات المجتمع من الرجال من النساء وبالتالي أصبحت مشاركة من جميع الفئات وهذا ما تسعى إليه كثير من الدول بما في رؤية المملكة 2030 إلى مثلا تحفيز الشركات على توظيف المرأة في القوى العاملة ورفع نسبة لمشاركة المرأة كذلك ذوي لعاقة وبالتالي يصبح لديها خيارات أكبر لاستقطابها في المنظمة المزايا الفردية أصبح فرص أكبر لأفراد المجتمع في التوظيف وأيضا حينما يشاهد من مجتمعه من محيطه مثلا يكون رئيس أو مدير المنظمة أو شخص مثلا يتمتع بمرتبة مرتفعة في المنظمات سينعكس على هذا المنظف وبالتالي يصبح لديها حافز على استمرار في العمل والإنتاج أيضا مجتمع يصبح هناك مشاركة من قبل المجتمع فرص عمل لجميع فئات المجتمع وبالتالي يشعر المجتمع أنه كل أفراد المجتمع يشاركون في البناء وبالتالي يصبح هناك ارتياح في فئات المجتمع أيضا يستفيد المجتمع من خلال التنوع في الخبرة وتنوع في العديد من الأمور إذن يريد كل من المدير وموظف النجاح المؤسسة فالمؤسسة التي لا تربح ستخفض عدد الموظفين وبالتالي ستضطر إلى حصر أي زيادة على الرواتب والمنافع المقدم منظفين لذا فإن العمل يدم بيد في سبيل نجاح سيصبح في مصلحة الجميع إذن حينما يلتحق الموظف في المنظمة سيسعى إلى استمرار في العمل زيادة الأجر، زيادة الرواتب كذلك الترقي إلى منصب أعلى كالقيادة وغيرها وبالتالي لا بد أن يقوم بالتعاون مع المنظمة التي تسعى إلى استمرار تسعى إلى التطوير تسعى إلى توسع عمالها وبالتالي فإن التعاون من جميع أطراف المنظمة سيصبح في مصلحة المنظف في الاستمرار وتلقي الرواتب والتطوير ويصبح في مصلحة المنظمة في الحصول على أرباح وأيضا توسع في أنشطتها التجارية أيضا ذكرنا من خلال العمل قد ينشأ مثلا بعض المشاكل بعض الحقوق بعض التباس على الموظف وأيضا قد يواجه مثلا الصعوبة في إيصال صوته للمسؤولين وهذا ما يجعل هناك ما يسمى بلجنة العمل وقررت من قبل وزارة الموارد البشرية حينما يكلد المنظمة عدد أكبر من 100 يحق لها تكوين لجان عمل هذه اللجنة هي حلقة الوصل بين إدارة الموظفين والهدف منها هو تحسين الظروف العمل الموظفين وتناول مسائل تخص الموظفين يتعلق في الرواتف يتعلق في السلام المهنية الموظفين المخاطر التي يتعرضون له هذه اللجنة هي توصل الصوت للمسؤول وأيضا تحاول تحسين العلاقة بين الموظف وجهة العمل التي ينتسب له إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم